بقيه الشهر الزباري من أن الحكومة العراقية لن يكون بإمكانها توزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان أيبرل المقبل إذا ما بقي سعر النفط منخفضا وقال في منقابلة صحفية اليوم أن سعر برميل النفط الواحد انخفض من 120 دولار إلى 30 دولار وإذا استمر اعتماد العراق على النفط فإن كل شيء سيصاب بالشلل في العام الماضي نجحنا في توزيع الرواتب لكن هذا العام ووفقا للتقديرات المتوفرة لدي فإننا قد نتعرض إلى أشكالية في شهر نيسان وقد لا نتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر هذا واقع يجب أن يعرفه الناس أرى أنه من المحال العيش على عائدات النفط فحسب فسعر البرميل الواحد من النفط انخفض من 120 دولار إلى 30 دولار فقط وإذا اقتصر اعتمادك على النفط فإن كل شيء سيصاب بالشلل قد يأتي وقت لا تستطيع فيه توزيع الرواتب حتى لذا يجب التفكير في جميع المصادر الاقتصادية نفى وزير المالية هوشيار زيباري تصريحات المنسوبة له بشأن عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين زيباري وفي تصريحات صحفية شدد على أن رواتب الموظفين والمتقاعدين خط أحمر مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفيرها وتناولت بعض وسائل الإعلام في وقت سابق خبرا عن وزير المالية يفيد بأن الحكومة قد تعجز عن دفع رواتب الموظفين اعتبارا من نيسان المقبل ترجمة نانسي قنقر